سئلة كتير قوية قلتها طبعا تبدأ منين؟ سيديو راسة شافكي طبعا أول مرة كنت مع حضرتك مبسوط جدا أننا بكون في تلفزيون بلدي وإن شاء الله نكونوا خفافة على الناس ونقدر نقدم معلومة تفيد وتجاوب على كل التساؤلات تلفزيون بلدك بقى ناس كتير بتتفرق عليه طبعا فهم أول حاجة هيتسألوك عليك إحنا نازلين بأني عن تشكيل هيبقى عملية زي براحة طيب طيب الأول هم مش ستين هو خمسة وستين ألف متفرق خمسة وستين ألف ناس جعانة الناس دي ناس جعانة ناس جعانة أنها التسعة كاس علم ناس عندها شوية حزن من فقدان كأس ومفقية الرقب اللي كان قريب جدا قدام السنغال صحيح وراحين بطموحات وأمال وثقة هم حاجة الثقة الجمهور هيلعب بقلبه طبعا يعني جمهور هيلعب بقلبه حتى كاريوس كيروش في تصريحاته مبارحه النهاردة الرجل ما كان يتكلم أي حاجة فنية كان يتكلم أننا الجمهور أنا بيقول حتى ممكن أطلع لعيب ونزل لعب رقم 12 في أي وقت له الجمهور هو بيداعب الجمهور بيحافظ الجمهور كل الناس تيجي معها عالم بلاتها في إيديها ولابسة شيرت المنطقة في مصر هو الرجل عايز يوصلنا كمصرين وكمشجعين مصرين قال على فكرة أنا محتاج مشجعين وليس مشاهدين تفت جدا تفت جدا دي يعني يفكر أنه الحماس ده ممكن يلهب اللعيبة طبعا فكرة المشجع اللي بيروح الساعة 2 للإستاذ ويقعد يستنزف طاقته في الأغاني والرأسه وتشجيع النجية الفضية ومدرجات الخروع دي نحن عايزين التشجيع يبقى وقت المباراة طيب خلينا ندخل المباراة يعني خلينا ندخل المباراة 11 رعيب نزله تشكيل تقريبا يعني أدينا توقعات شوفي أنا مش عادة تفيد أول في موضوع التشكيل بس أقولك ما يدور خلال 3-4 أيام اللي فاته كان كيروش مبدئيا كارلس كيروش هو مدير فني بيتعامل دايما في حدة تثبيت التشكيل وفيه مثل بيقوله في مصر كده هو دايما بتعود عليه اللي تكسبه لعبه فهو الراجل عنده طريقة طريقة ثابتة هي 4-3-3 بوجود سلاسي في محمر الاتركاز اللي هو محمد النيني وحمدي فتحي وعمر السلاية